وعايزين الوحدة يعني وكانوا عارفين ان مصر نظامها اشتراكي انه بعض الناس اللي فيهم عشان نخذوا انفسهم بس لا غير لكن لما جات الوحدة خلاص يعني طيب يعني في فترة الستينات ابتدى التصنيع العسكري المصري في الازدهار ايه اللي احنا كنا بنصنعه في فترة الستينات وكيف استفاد منه الجيش في ذلك الوقت واحنا كنا بنحاولوا نعملهم سواريخ القاهر والظافر هذه السواريخ عشان المدى الطويل بتاعها انما كان فيه نقطة ضعف لازال في هذه السواريخ انه هو نظام التصويم ايوه اللي لسه موصوش اليه وبعدين تمكنوا اليهود منهم يعمم الجماعة الخبر اللي كانوا بشتغلوا في الناحية دين اللي كانوا بشتغلوا فينا اسأل مال ايوه طيب وكده يعني الصاروخين دول ما جابوش نتيجة يعني كده ما احنا كنا عوتينا وبعدين بعد طبعا بعد كده خلاص توقف العمل بعد يعني جماعة ابن رطوقة في العمل في العملية دين طيب هنتكلم بقى شوية عن اليمن يا فندم يعني في 30 سبتمبر سنة 1962 ارسل المشير عبد الحكيم عامر القادة العام للقوات المسلحة المصرية يعني لواءات وضباط صاعقة ومضلات لليمن لمقابلة اعضاء مجلس قيادة الثورة اليمنية في ذلك الوقت ومعرفة طلباتهم وبعد كده بدأت مصرف ارسال وحدات فرعية من الصعقة والمضلات للمعاونة في حماية هذه الثورة وتطور الامر سريعا وذهب المشير عبد الحكيم عامر لليمن ومعاه الفريق انور القاضي وانتهى الامر بقيادتكم للقوات الموجودة في اليمن تشرح لنا بقى يا فندم هذه الفترة كيف دخل الجيش المصري الى اليمن وماذا حدث هناك من بعض اعظة ثورة للمعاونة في اليمن بقى انهم حدث هناك كانوا النيمن ماذا حدث هناك مع السيد الامر السادات والمعاونة عند التسلاق كان من خلال هذه العملية ومعادة قامت الثورة قامت الثورة كان يأتي عنهم نظامهم نظامهم العملك كله بالنهار وبالليل لا كان في عندنا محمد عبد الواحد الوزير المفوض في اليمن قامت الثورة ضد البدر الإمام البدر فهو محمد عبد الواحد بعت لينا لمصر قال لهم بعتوا أي قوات رمزية علشان نبقى احنا مشتركين في الثورة دي وفي النظام الجديد النظام الجمهور الجديد فأول ما بعتوا بعتوا تريد صاقة على أساسنا وما زودوا وش عن كده ويمكن الله رحمه كمال دين حسين نتضمن الناس اللي كانوا بمعارضين ان نبقى اخوات اكثر من الصاقة انما ابتلت بقى الملكية والسموه الملكية بتغطبتر دول ابتلقوا يهدمهم في بعض مناطق في صنعه وفي الحديدة فبتدها بقى القوات بتغطيتنا تدخل بقى واحدة غيرتانية غيرتانية الغيرت بقى عندنا حوالي خمسة قمسين جندي وظابط جندي ومعدات كتيرة وأسلاحة كتيرة خمسة وخمسين الف جندي وظابط ومعدات وحضرتك كنت قائد هذه القوات لا انا كنت اه انا كنت قاد انا كنت هنا في مصر الرئيس هيت اركنا عبد القوات الرئيس هيت سدي وبعدين الفريق الاراضي اللي هو قائد اليمن اه كان اه تاعب فنزلوا ارسالية طبية اه فبعتون انا في الفترة اللي هو يكون فيها مريض انا لما لما روحت اليمن كانت سنة خمسة وستين اه تلاتة وستين تلاتة وستين اه وعدت كم سنة يا فنو انا وقت في اليمن اه في رامع وستين حصل ان جميع الطرق انقطعت على الصنة اللي احنا فيها اه القيادة كلها في صنة الطريق الحديين انقطع من الجماعة الملكيين اه طريق التاعس انقطع طريق الحرق ايه طريق السر انقطع الوحيد اللي كان طريق الحجا انقطع الوحيد اللي كان لازم عنه هو طريق بيننا وبنتاعس اه اه بيننا وبنصعدة منصعدة اه اللي فيها مشاكل اه اه طيب يعني حضرتك تشوف اه انا هقولك اه اه تفضل انا لما روحت وحاجة دي حصلت فالخائد العام قالغنك ايه لك اه انا ما حبتش يعني انا عارف انه هو يعني بعيد اول عن الناحية دي اه فقالت له تقول لا ما احنا الموقف تحت سرعة لا احنا كل احنا ضربين ومنك حاجتين بعت لنا انتينوف محملة بصفايا جاز اه وبعت لنا غيار بسرعة غيار ربينزر في اه 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 انه الجيش مخصي كمان يعني اه 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 معقود مع القائد المسلحة وكان موجود معنا قائد الطيران وقائد البحرية ورئيس الار كان وكان في بيته اه ونتكلم على اليمن ايسه انا كان رأي ان اليمن اليده حل عسكرية اه اليمن السيده تحل مدنية تحل سياسية وبعدين كان دخل السيد أنور السادات متأخر شوية فهو ألقاه كله من ده هو اللي حطنا في هذه المحنة يعني هي كانت محنة فوق نظرك يعني طبعاً نحن بنعمل إيه؟ يعني اليمني اللي يتفعلوا أكثر يحارب معه يعني مرة مصطقي بيحارب معك ومرة تانية بيحارب ضدك لأن الجانب الأخر داره فلوس أكثر يعني ما فيش شك إن إحنا قسرنا قسرنا مادياً وقسرنا عسكرياً وبعدين طعمة بقى الزيادة إن إحنا حاربنا اليهود من ظل القوات المسلحة موجودة في اليمن آه يعني كانت القوات موجودة في اليمن وقت سبعة وستين وقت سبعة وستين طيب يعني فيما يخص اليمن هل كان هناك توجيه استراتيجي من الرئيس جمال عبد الناصر لقيادة القوات المسلحة في اليمن أم كان مطروك للجيش نفسه؟ لا وما رجل من هذا هو رجل جيز أبلا أيوة سنة 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 ستين آه وكان بيطالب اليمنين إن هم يبتلقوا بقي يدفعوا عن بلادهم وإن احنا تفيع علينا كده ومروض نسحب قواتنا بقى آه طبعا اليمنين رفضوا رفضاً باقتاً وقال لكم من غيركم احنا مش هنعيش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة